بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم طلاب الأعزاء بهذا الفيديو اللي نقدم به شرح للمحاضرة الرابعة أخذنا بالمحاضرة السابقة Differentiation وتكلمنا عن طريقة Definition طريقة التعريف بهذه المحاضرة رح ناخذ Differentiation Rules الرولز هي مجموعة من القواعد اللي تقدر من خلالها تحل وتشتق أي فاكشن تجيك سواء كان تايل فاكشن عبارة عن ثابت ولا عبارة عن معادلة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو كانت عبارة عن دالة كسرية أو دالة جذرية بأي طريقة أي فاكشن يجيك تقدر تشتق بالاعتماد على هذه الرولز والاشتقاق بطريقة الرولز هو اشتقاق بسيط جدا ومختصر ومن خلالها تقدر تحل أي فاكشن القاعدة الأولى هي مشتقة الكونستانت مشتقة الثابت مشتقة الثابت دائما تساوي صفر اوكي؟ هنا منطق example يعني إذا طلب من عندك مشتقة الخمسة اللي هي رقم ثابت فهو صفر يعني خلنا أخذ مثال أوضح مثلا لو كانت عندك الدالة هي مثلا الدالة هي f على سبيل المثال شن الاشتقاق مالتها؟ رح يكون المشتقة مالتها هي عبارة عن f داش يعني المشتقة للأكس تساوي زيرو اوكي؟ مشتقة أي ثابت هي صفر اوكي؟ القاعدة الثانية القاعدة الثانية هي مشتقة الدالة المرفوعة إلى أس اوكي؟ اللي تسمى power power rule الدالة إذا كانت power يعني مرفوعة إلى أس معين نقدم الأس أمام الدالة ونطرح من الأس واحد بexample 4 منطينا عدة functions ومطلوب من عدنا هو الاشتقاق differentiate the following equations ax cubic x take 8 وهنا رح نلاحظ أنه الأس يتقدم 3 الـ x تنزل ويطرح من الأس واحد تصر 3x square اوكي؟ ناخد مثال مثلا إذا كانت f يساوي 3 مثلا 3x square فشان رح يصر المشتقة نالتها الأس يتقدم لقدام 2 في 3 هو 6 والـ x تنزل مثل ما هي يطرح من الأس واحد 2 ناقص واحد وهو رح يبقى واحد إذن المشتقة مع 3x square هي 6x اوكي؟ نرجع للمحاضراتنا وهكذا مع بقية الأمثلة القاعدة الثالثة هي ما تفرق عن القاعدة الثانية لكن يقول إذا أكوا عندنا ثابت فيضرب في الدالة بشكل طبيعي نفس هذا المثال اللي أخذنا إذا 3x تاربيع بايتو تمضرب في الثابت إذي هو من أصل الدالة فيصر 6x أوكي؟ ها بالنسبة للقاعدة الثالثة أما القاعدة الرابعة فهي قاعدة الـ summation rule إذا كانت عندنا دالة متكونة من أكثر من حد فالاشتقاق يكون للحد الأول وللحد الثاني يعني ما نشتق الحد الأول فقط لازم اثنيناتهم فهي تسمى قاعدة الـ summation المثال اللي منطينيها هي لدالة متكونة من أربع حدود y تسوي x3 plus 4 over 3x2 minus 5x plus 1 فهنا منطينا تفاصيل حتى يطبق هذه القاعدة انتمد عائلة للتفاصيل في هذه الخطوة الأولى ف-dy إلى dx تدخل المشتقة على الحد الأول وتدخل على الحد الثاني على الحد الثالث وعلى الحد الرابع هالدور يبدأ يشتق x تكعيب هو المشتقة على التن ننزل القص ونطرح من القص واحد فصر 3x2 اوكي بالنسبة للحد الثاني كذلك الحال 4 على 3 في 2x نطرح من القص واحد فتبقى بس اكس الحد الثالث minus تنزل مثل ما هو 5x الان القص يتقدم هو واحد فخمسة في واحد هي تبقى خمسة ينطرح من القص واحد فهي قص واحد ناقص واحد صفر اي اساس من رفع للقص صفر فهو قيمة واحد تبقى فقط الخمسة الحد الأخير هو ثابت فمشتقة الثابت هو زيرو بعد تفسيط المقادلة راح تكون في الشكل القاعدة الأخرى هي قاعدة الضرب ضرب دالتين فإذا كانت عندي الدالة هي عبارة عن حاصل ضرب دالتين فتكون المشتقة هي الدالة الأولى نفسها تنزل في مشتقة الدالة الثانية زائد الدالة الثانية في مشتقة الدالة الأولى ناخد مثال يوضح القاعدة أكثر هو فهنا راح نستفاد من القاعدة السابقة لأن عدنا حاصل ضرب دالتين فشون راح يكون الاشتقاق مالتين الاشتقاق هي الدالة الأولى نفسها تنزل x تربيع plus 1 نفسها تنزل في مشتقة الدالة الثانية مشتقة الدالة الثانية هي x تكعيب راح يصير 3x تربيع زائد مشتقة الثابت صفر فتبقى فقط 3x تربيع مثل ما واضحة أمامنا زائد الحد الثاني هو شنو الدالة الثانية في مشتقة الدالة الأولى الدالة الثانية هي x تكعيب plus 3 في مشتقة الدالة الأولى هو الدالة الأولى هي x تربيع plus 1 فهنا 2x plus 0 فتبقى فقط 2x تتبسط المعادلة أكثر تدخل 3x تربيع على الحد الأول والحد الثاني ينزل البلاس وتنضرب أيضاً الـ 2x في الحد الأول والحد الثاني راح تكون عندنا أربع حدود ممكن أنه نجمع الحدود المشابه فتطلع 5x plus 3x plus 6x طريقة ثانية هنا حالك هي يعني إذا ما تذكرت هاي القاعدة فممكن نتحلها من خلال فتح الأقواس فتضرب مثلاً x تربيع في x تكعيب والx تربيع تنضرب فيه 3 بعدين ترجع تضرب الواحد في x تكعيب والواحد فيه 3 وبهاي الحالة راح تكون عندنا دالة اعتيادية جداً مرفوعة إلى قواه دالة اعتيادية جداً ممكن حالها للطريقة اللي أخذناها من قبل فهنا ينزل الخمسة وينطرح من الـ 1 فصر 5x وص 4 زائد الحد الثاني هو x تكعيب أيضاً تنزل لـ 3 ويطرح من الـ 1 فصر 3x تربيع plus 6x اللي هي الثانية تنزل تنضرب فيه 3 وتبقى عندنا الـ x 1 أما مشتقة الثابت فهي 0 ما تنزل فأنت تحل بهذه الطريقة وبهذه الطريقة ما مشكلة ما فرق المهم أن يكون حلك صحيح ولاحظ أنه بالطريقتين طلع الأنسر نفسه وهو المفروض أن يكون الأنسر نفسه القاعدة الأخرى هي إذا كان عندك حاصل تقسيم دالتين فشون تشتقها؟ القانون هو يكون المقام V المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع يعني إذا ما واضحاتكم أرجو من كل طالب أنه يخلي ورقة وقلم يما ويكتب هاي الملاحظات اللي أتكلمها بالعربي ربما هنا ما واضحة كثير لكن أنا جاي أشرحها فأتمنى من عدكم تكتبوها حتى لا تنسوها هنا نخذ مثال توضيحي عنها Find the derivative of y equal to t squared minus 1 over t cubed plus 1 هنا راح نطبق القاعدة السابقة بس هنا للمعلومة t plus 3 plus 1 يعني هنا صعد 1 وي الأس هو يعني هنا خطأ مطبعي المفروض ينزل فt cubic plus 1 هاي راح نشوفه هنا واضح هذا المقام و t plus 1 المقام في مشتقة البسط البسط هو عبارة t squared minus 1 فالمشتقة مالتا 2 t والواحد zero بيكون 2 t إذن المقام في مشتقة البسط ناقص البسط t squared minus 1 في مشتقة المقام عن المقام كاربيع هنا بعد مجرد تبسيط أيضا 2 t تدخل على الحد الأول والحد الثاني وهنا 3 t squared تدخل على الحد الأول والحد الثاني نبسطها قدر الإمكان ورح يضلع عندنا ورح تضلع مشتقة الدالة بهذه الصورة المثال اللي بعده هو مثال مختلف شوي عن الأمثلة السابقة لكن هو مهم جدا يعني توقع أنت يجيك بالامتحان مثل هيجي أسألة المطلوب أنه يجاد معادلة الممás معادلة الممás وليس الممás إذن اللي يطلب من عندك find an equation for the tangent of the curve y equal to x plus 1 upper x at x equal to 2 بهذه الحالة اللي يطلب من عندك معادلة الممás نتذكر أنه هي معادلة الممás عبارة عن نكتب معادلة الابس هي y minus y1 equal to mpx minus x1 هذه معادلة الممás أخذتها بالمراحل السابقة بالإعدادية فمن خلال هذه المعادلة نقدر نطلع معادلة الممás هنا حتى يعني للتذكير ال-y تبقى منشولة وال-x تبقى منشولة لأننا نريد معادلة فهي بدلالة ال-x وال-y أما y1 وx1 فممكن إيجادها وال-m أيضا ممكن إيجادها لسه راح نعرف إشان نجفها نرجع لمحاضراتنا منطينا قيمة ال-x نعوضها بالدالة راح تطلع قيمة ال-y إذن هاي النقطة الأولى طلعنا قيمة x وقيمة y إذن ال-point صارت معلومة عدنا 2 and 5 over 2 أما الأنف هو مشتقة الدالة نشتق الدالة إلى dx dy إلى dx فراح تطلع عدنا هو عبارة عن 1 plus هنا ها بطريقة سابقة نفسها وعدنا x plus 1 over x ال-x مشتقة واحد واحد على x بعد هي دالة كسرية تكون المقام في مشتقة البصد ناقص البصد في مشتقة المقام على المقام تربيع فراح يكون النتيجة من أتها هي 1 plus minus 1 over x squared هاي طلع عدنا dy إلى dx واللي هو نفس ال-m نعوض بال-x بما يساويها فراح تطلع عدنا قيمة ال-m هي قيمة معنومة ومقدارها 3 over 4 نرجع نعوضها بشكل مباشر بهذا القانون اللي هو يمثل معادلة المماص معادلة المماص فعوض y-y1 أكلت m في x-x1 أوض بال-y1 بما يساويها هذه النقطة وال-m ال-m أيضا بما يساويها اللي هي 3 over 4 طلعناها من هالفطوة وال-x من ال-point وبعدها رح يكون عندنا فتبصيط بحيث نطلع قيمة y يعني أنت اللي 3 توصل لها بالأخير هي y تساوي فعملية بتبصيط إلى أن وصل إلى y تساوي 6 over 8 8x plus 1 المثال مو صعب وبنفس الوقت هو مهم مجرد أن نطلع نقطة وطلع قيمة المماص وتعوضهم بشكل مباشر بالدالة تبسطها راح تطلع عندك معادلة المماص المثال الآخر هو find the point on the curve y equal to x cubic minus plus x squared minus 1 where the tangent is parallel to x axis المطلوب هنا شنو؟ المطلوب نقطة على الدالة المطلوب من عندنا نلقي نقطة على الدالة أشوكت لما يكون المماص موازي إلى x axis يعني إذا موازي إلى x axis يعني 0 المماص 0 هو موازي إلى x axis فالآن نشتقد دالة نشتقد بالطرق اللي تعلمناها هذه قاعدة نحفظها إذا كان the tangent parallel to the x axis فالم يساوي 0 نعوض 0 بمكان dy إلى dx راح نطلع قيمة x نرجع قيمة x نعوضها بالمعادلة الأصلية تطلع قيمة y يعني أما x تساوي 0 أو هذا القوس اللي هو 3x plus 1 هو اللي يساوي 0 بالتالي راح تطلع عندنا قيمتين dx ولكل x y فالx لما تكون 0 تتعوض بالدالة الأصلية فرح تطلع عندنا y هو minus 1 أما إذا كانت x minus 2 over 3 فرح تطلع قيمة y فالy راح تطلع minus 23 over 27 بالتالي راح تكون عندنا two point الpoint الأول هو 0 minus 1 والpoint الآخر هو minus 2 over 3 and minus 23 over 27 السؤال الآخر منطق كير ويسأل أنه هذا الكير إلى مماس أفقي does the curve has any horizontal tangents it's so where يعني هذا الكير إلى مماس أفقي إذا إلى فوين راح تكون بأي نقطة لما يقول where يعني يسأل عن نقطة مثل ما تعلمنا بالمثال السابق قلنا إذا أكو horizontal tangent معناتها المشتقة تساوي صفر فالآن نشتق الدالة ونساويها للصفر بعدها راح نقود صفر ونطلع قيم x هنا مشتق معادلة منحني ومساوي للصفر من عدها راح تطلع هنا ثلاث قيم للx أما 4x equal to 0 فالx راح تكون صفر أما x square minus 1 equal to 0 للتالي x square تساوي 1 ومن عدها x تساوي plus minus 1 plus minus 1 لأن قيم الx نعوضها في المعادلة الأصلية في معادلة ال-y عندما كان ال-x نعوض أولا الصفر فرح تطلع ال-y فقطت 2 هذا الحد يروح وهذا الحد يروح فتبقى بس 2 فعندما x 0 y 2 ولما x 1 راح تطلع y 1 أيضا لما x minus 1 راح تطلع y 1 إذن المنحني إلى مماس أفقي عند النقاط الثلاثة اللي طلعناها من خلال الاشتقاق المعادلة لهنا تكون انتهت المحاضرة الرابعة أتمنى تكون واضحة لكم إن شاء الله أنضيكم وعنشبات تحاولون تدربون عليها ألتقيكم محاضرة قادمة شكرا جزيلا لحسن الأسقاء شكرا جزيلا ون